السلام عليكم. كيف الحال? اتمنى يا ربي تقولوا بخير. اهلا بكم. معكم احمد طالح. بلقاء. يعني نوعا ما طريف. لحتى نزرع الابتسامة على وجهكم. حبيت ان اقدم محطة بسيطة عن رسم او في داخل شرائح الباوربويد. وكيف ممكن احنا نقدمها اه مع حركات بسيطة. ليجي مهور في مسابقات او العاب او بعض الاشطة. اللي ما يقوم فيها مع الطلبة بالعموم. ايا يكون الجمهور طبعا في مرحلة التدريب. او مرحلة التعليم. او مرحلة حتى ضمن المؤسسات نفسا. اه يعني يجب خلق الطابع المرح بداخل اه لقاءاتنا مع الناس بالعموم. كيف ممكن نصمم هذه الاسمايلات او حركات الاموجي. بهايدي السلاسة والبساطة. هذه اللي هيكون محطتنا بهذا اللقاء ان شاء الله. قبل ما نبدأ احبابي اطلب من حبا وفضلا وتكرما. ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات. واذا كنت ضيف جديد على قناة ما تشرف فيك. اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقاءنا لهذا اليوم. اهلا بكم محبائي مرة تانية. بعد ما قمنا بتشغيل برنامج الباوربوينت واخدنا شريحة فارغة. راح انقر باليمين. وبتوجه الى تنسيق الخلفية. ونختار تعبئة متدرجة. من النوع راح نختار شعاعي. والاتجاه راح يكون معنا من المنتصف. تمام? وبتاخد ثلاثة الوان اي الوان انت محتاجة. ما عندك فيها اي مشكلة اطلاقا. حسب الطبيعة اللي انت عم تشتغل فيها. بيها المشروع بيها العموم. لكن انا راح اختار اللون الاصفر اول قريب على اللون الدهبي. نوعا ما. خفف شوية تدرجات. مشان اعطيني اهالة الاضاءة. متل ما انا شايفين بالضبط اصدقائي. بهذا الشكل بالضبط. راح اتوجه الى ادراج ومن الاشكال راح اخد شكل بيضاوي. لحتى اضبطه على شكل دائري. اضبط مفتاح الشفت. وبنكر مع السحب لحتى ارسم هالمساحة بالضبط. اختار اطار الشكل بدون اطار. والتعبئة نختار تعبئة متدرجة. متل ما اخدنا للخلفية بالضبط. راح اتوجه الى تأثيرات وفي عندي شيء اسمه هون تنسيق سلاسي الابعاد. الخيار الاول. تنسيق سلاسي الابعاد. نجي على الخيار الاول. العرض والارتفاع راح نزيدهم حسب الطبيعة او حسب حجم الرسمي اللي انت قمت بانشاء. بتضل بتزيدها بالطوب العرض. هتا نحصل على هذا المظهر. تمام? يعني على سبيل المسال. اختار هون تقريبا. خمسين. وعندي هون كمان خمسين. حتى احصلها هيدا الرسمي. فبنلاحظ ان هي لسه محتاجة بعض العمق فرح نضطر انه نزيد. تمام? بهذا الشكل. حتى تكون معنا سري دي بالضبط. سبعين. وعندي هون ايضا حوالي السبعين. تمام. اذا عندي هون سبعين. اتنين وسبعين ايضا. لحتى حصلت الان على هيدر الرسمي. حولت الدائرة من تو دي الى كرة سري دي. راح نجي الان لباقي التأسيرات. من الاحاطة ما في عندك مشكلة باللون. طبعا هي بتكون عندك يا القيمة واحد افتداء انت راح تسويها صفر. يعني انا ما انا محتاج يكون في عندي اي اطار فبختار اللي حطم صفر. موضوع المادة والاضاءة انت بقى تختار الماتريال اللي انت محتاجة لحتى توصل الى افضل تصميم برسمتك من خلال المادة. ومن خلال الاضاءة بتشوفه ان انت في عندك امكانية لاختيار اي من المواد واي من الاضاءة. بعد ما ضبطنا موضوع الشكل الثري دي بالزل والاضاءة والمادة واخدنا الامور نصارت جاهزة مية بالمية. راح ابدأ بعض التأسيرات البسيطة لحتى نطلع المخرج على هيئة الامو جي. راح نتوجه الى ادراج من اشكال راح اختار الشكل بيضاوي نفس المبدأ وبنقر مع السحب لحتى ارسم شكل بيضاوي عندي بهيدا المساحة. تمام? بالضب. بختار يكون لالو بدون اطار رسم. اضغط كنترول زي الدير حتى نعمل منه تكرار. خلني اختار غير لون. اغير لون فقط شوي. وازا حبيت تعمل شافية لالو اوضح لالك بالرسم بيكون افضل كتير. طيب راح نوسعها شوي. بصحب لهد المكان. على هذا المكان تقريبا. اضغط الان على الشكل الاول. اضغط كنترول واحدد الشكل التاني. ومندمج راح نختار الطرح. شو راح نختار? الطرح. الان راح نلونه بلون اسود. لهذا المخرج اللي ظهر معنا. بختار منه كنترول زائد دي. يعني بعمل منه تكرار مرة تانية. وبتوجه الى ادراج نفس المبدأ وبنختار الشكل البيضاوي. لحتى ارسم شكل بيضاوي معاي بهذا الشكل. خلني اختار شافية كمان. تمام نفس المبدأ وبدون اطار. طيب اصغر شوي. خلنا نكملها مشان تكون رسمتنا واضحة لحضراتكم بالضبط. ولا يكون معي مسلا بهذا الشكل. الان راح حدد الشكلين مع بعض والبعض ومنختار لقلون التقاطع. شو بنختار? التقاطع. خلي اعطيها لقلون الابيض. وبنكر مع السحب وبسحبها على المنطقة العلوية. بهذا المكان. بالضبط. تمام. الشافية راح نرجعها متل ما كانت تماما. تمام يا اصدقائي? لحتى احصل على هذا الشكل بالضبط. طيب برجع بختار من هذا الشكل نسخة تانية. وكمان بترجع الادراج وبنختار كمان الشكل البيضاوي. بنكر مع السحب لحتى ارسم شكل بيضاوي. تمام وبطابق الشكلين فوق بعض وبعض بهذه المنطقة. كمان خلني اعطيها بعض الشافية. لحتى يكون الموضوع كمان واضح معنا. راح اختار الشكلين بالتحديد. كمان نفس المبدأ من الدمج بنختار التقاطع. بختار بدون اطار وخلنا نلونها مسلا معاي بهذا اللون. وليكن على سبيل المسال. وبنكر مع السحب. وبضبط بهذا المكان. تمام يا اصدقائي? تمام. برجع الشكل نفسه. بختار لالو كنترول زائد دي. نفس المبدأ. ومن الاشكال كمان بنرجع بنختار الشكل البيضاوي. فانتوا عبشوفوا انه الفكرة الان هي نفسها نفسها. يعني ما عندي شيء جديد. ادوات الدمج الان صارت واضحة. لحضراتكم. كيف ممكن نحن نرسم هاي الاشكال من خلالها. طيب نفس المبدأ بدون اطار. اضغط على الشكل الاول مفتاح الكنترول وما ثم الشكل التاني. وراح نختار الطرح. تمام? طيب. بختار انعكاس عمودي. وراح نزغر المساحة. وليكن معاي مسلا بهذا الشكل. وليكن. وبحركها على هذا المكان. وبختار منها نسخة تانية. وبحركها على المكان المقابلة. لحتى احصل الان على هذا المظهر. الان الادراج بنلجا نختار شكل بيضاوي لحتى نرسم الظل معانا بهالمكان. بختار دون اطار. التعبية بتكون عندي اياه تعبية متدرجم. من لونين. راح نختار هذا اللون. لون اسود. تمام? واللون التاني راح يكون معاي. من لون الخلفية بهيدي البقعة بالزات. تمام? طيب. بختار الالة شفاف بنسبة مية بالمية. والنوع نختاره مسار. لحتى احصل على الظل. متل ما انا شايفين بالضبط يا اصدقائي. ازا حبيت اني انا عمل بعض شافية لللون الاسود الاول حتى ما يكون معي بهاي القتامة. الان رسمتي الهاي. بيجي بعملها جروب كنترول زائد جي. تمام? وبحدد اتنين مع بعضهم لبعض. وخلني اختار ولا يكون مكان معين لالة. هذا الشكل راح اكرره مرة تانية. وبلغي الجروب عنه بيلغاء التجميع او فك التجميع بهذا الشكل. راح احزف. السنان اللي هون. تمام? ونغير اه موضوع الضحكة شوي. خلني كمان هادا الشكل اني اغيره. تمام? خلني اكبر شوي. واللي يكون معاي بهذا الموضوع. تمام? بس اني نغير موضوع الضحكة. تمام? نكرر كمان الشكل. خلني نختار ادراج كمان عندي دلاشكال. شكل بيضاوي. بنكر مع السحب لحتى ارسم هل التقاطع يلي هون. نختار التقاطع للشكلين. وخلنا اللونة ولا يكون معاي بهذا اللون. وبدون خط رسم. وبنكر مع السحب لحتى اغير المنطقة لهون. او المكان لهون. موضوع العيون نفس المبدأ بيمكاننا نحن نغيرها شوي. تمام? وكنترول زائد دي. ونقرب شوي. تمام? معاي بهذا الشكل. بالضبط وبعمل كنترول زائد جي مرة تانية. ومع مفتاح من زغر رسمتنا لتكون معاي الان بهذا الشكل. تمام? وخلنا نرسلها نقل الى الخلف لحتى يكون خلف الشكل بالضبط. نفس المبدأ فيني اعمل زل تاني لالهون. ونضغر الزل. يكون معنا بهذا الشكل متل ما انا شايفين احباب. طيب. الان هذا الشكل مع الزل راح اختار كنترول زائد دي مرة تانية لالهون. نضع بهذا المكان. اضغط وفتاح ومصغير رسمتي كمان شوي. متل ما انا شايفين. يا اصدقائي تمام. راح نشوف رسمتنا انه يعني كل ما تغير الحجم. راح تغير معي في ملامح رسمي. برجع على الشكل الداخلي. وبتوجه الى تنسيق السلاسي الابعاد. تمام? وبرجع بقلل المساحات اللي هون اللي الحجم عندي اياه صغير حتى ما يقدر عندي اخذ هذه الحد اللي هون من صغير الابعاد اللي عندي اولا تكون عندي مسلا ستين. بستين. انت فقط يعني انتبه على موضوع الابعاد. هيدي خليها مسلا سبعين. تمام بسبعين. تمام? لحتى كل ما صغرت الشكل راح يتغير معك في تنسيق سلاسي الابعاد. تمام? فقط الى غير. الان راح اختار من هذا الشكل نسخة تانية وراح احزف بالنوع الاجزاء الداخلية. افوا. فاحزف بالنوع الاجزاء الداخلية. تمام? ومنزغر رسمتنا. بهذا الشكل. ونفس المبدأ من تنسيق سلاسي الابعاد. خلنا نسويها مسلا اربعين. باربعين نقطة. تمام? خليها بهذا المكان. وكمان بنعطيها ارسال الى الخلفية او نقل الى الخلفية. وبختار من النسخة تانية. خلي تكون معانا مسلا بهذا المكان. مفتاح الشفت وبنقر مع السحب للداخل حتى نرسم شكل اصغر. منها نفس المبدأ راح نسوي نقاط عندي يوم مثلا تلاتين. بتلاتين نقطة لحتى يظل محافز متل ما حكيت على على تنسيق سلاسي الابعاد. الان الاشكال اصبحت جاهزة لحتى نعمل منها بعض الانيميشن او الحركات. تمام? بعض الانيميشن او الحركات. خلني اختار الشكل اول. نسكر تنسيق الاشكال وبتوجه الى قائمة الحركات ونفعل جزء الحركة. راح ابدأ باول حركة عندي اياها بجي بختار المزيد من تأثيرات الدخول. وفي عندي شي اسمه هوني تكبير وتصغير. اختار موافق لو شغلنا الحركة. راح تكون معاي تكبير وتصغير متل ما انا شايفين بالضبط. بختار يكون عندي اياه مع السابق. نعمل نقرر مزدوج حتى نشوف الخيارات اللي عندي اياهم. بختار يكون عندي اياه مسلا اه بطيء. او متوسط. تمام? بهذا الشكل. وانكر على موافق. تمام? طيب. برجع الى اضافة حركة. وبختار حركة تانية لالهم. ولا تكون عندي اياه نمو وتقلص. نمو وتقلص ايضا بختار تكون عندي مع السابق. تمام? ومن تأثيرات الحركة بعمل عكس تلقائي لالهم. والتوقيت يكون عندي اياه. اه ولي يكون بطيء. تمام? وبخلي يكون في عندي حتى نهاية الشريحة يضل يعمل عملية التقليص. تمام? بهذا الشكل بالضبط. ونرجع نختار اضافة حركة. وبنختار تأرجح حتى يعطيني هاي الحركة كمان. نعمل دبل كليك لالة او نقر مزدوج. وبخليها تكون عندي اياه مع السابق. تمام? والتكرار ايضا حتى نهاية الشريحة. والسرعة يكون عندي اياه متوسط وانكر على موافق. لما راح نشغل راح نشوف الحركة معنا على هذا الشكل بالضبط. انه راح يضل يعيد نفس الرسمة ونفس الحركة ونفس الضحكة. الله يجعل اقتسامي دائما على وجبكم يا رب. الان الان هايدي هذا الشكل اخدت له تنسيقات الحركة او تأثيرات الحركة. بنتوجه الى حركات ونحن محددين عليه طبعا. وبختار ناسخ الحركة. دبل كليك انقر على الشكل التاني. وبرجع بانقر على الشكل التالت. تمام? لحتى اطبق الحركة على الاشكال كلياتها. الان عندي الحركة التانية كمان بختارها مع السابق لامورنا كلها نظامية فيها. كلها نظامية. لكن فقط عندي موضوع التأخير. بجعل له شوية تأخير فقط لغير وهون كمان لحتى يجوا الاشكال ورا بعض وليس ما بعض. خلنا نشغل ونشوف كيف صارت حركتنا. تمام يا اصدقائي? هاد الحركة او هيدا الحركة الاختصاري اللي صارت معنا بهذا الشكل بالضبط. بيمكنك انك توزع الاشكال بالطريقة اللي بتناسبك ازا متل ما صار معنا تلاصقهم بالاشكال اثناء التكبير. خلنا نوزعهم كمان شوي لحتى ما يكونوا اثناء التكبير في عندي اي اه تلاصق بالاشكال. تمام بهذا الشكل بالضبط. ومتل ما حكيت موضوع التأخير خلنا كمان نزيد نسبة التأخير شوي هون. وكمان شوي هون. تمام? من شغل شريحتنا ومشوف كيف صارت معنا الحركة. بشكل اول والتاني ومن ثم التالت. وصار يطلعوا لي الان بهذا الاشكال. بحسب بضيف ايدي الاسماعيلات او حركات الاموجين. متل ما حكيت على انشط تعليمي او العاب او اي شيء بتحب تخلق فيه جو المرح والتواصل. الفعال فعلا مع الطلبة او الجمهور اي نكون. وضيف طابع المرح. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لي حضراتكم الشيء الجميل والنافع والله فيكم كالمعتاد. وان شاء الله كون قدرت النزلات الابتسامي الان على وجوهكم. ازا كان فعلا اعجبك اللقاء واجعلتك انك تتسم شارك معي في التعليقات. تبزي عني كل خير ان شاء الله. متل ما تعلمنا راح اترك في صندوق الوصف رابط لتحميل هذا الملف متل ومتل ملفات السابقة لكل المشاريع. تعلمنا دائما يكون عندنا تكامل بي الموضوع للشرح وايضا اهديكم اعمالي من خلال ملفات العمل. تنزو عني كل خير ان شاء الله. شكرا لمتابعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.